موسيقى السلام عليكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير النهاردة اليوم السبع وعشرين من تحدي فلاي لدي المبتدئين في البيجينر سيستم النهاردة عندنا مهمة جديدة خلاص احنا قربنا نخلص البيجينر سيستم بقى ايام معدودة خلاص اتمنى يكون في ناس انتظمت معانا عن نظام وحققت جزء كبير او حققت انجاز كبير قبل ما نبدأ مهمة النهاردة ما تنسوش اللايك واللي شوف بيشوفنا الاول مرة ما ينساش اشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد مهمة النهاردة في اليوم السبع وعشرين من التحدي هي اننا هنفكر هنعمل ايه على العشاء العشاء عندهم برا بيكون قبل الساعة ستة من ازاي عندنا زي ما احنا بقنا بنفكر في اثناء الروتين بتاعنا في الغدا وبنفكر فيه من قبلها وقلنا هنعمل جدول للاسبوع بتكتبي هتعملي فيه ايه خلال الاسبوع في الغدا عشان توفاري وقت ومجهود والتفكير في الغدا بياخد وقت كبير قوي وعشان كمان لما تيجي تعملي الغدا تلاقي نفسك عارف انت هتعملي ايه بالزبط يعني عشان ما تتفاجئش اثناء ما انت بتعملي الغدا ان فيه حاجات من مكونات الغدا نقصة وهتضطر ساعتها لما تلاقي حاجات نقصة هتضطر ان انت تتوقف في الغدا لحد ما تجيب المكونات وهتلاقي نفسك كل يومك رايح على الغدا عشان انت متعطلة وفيه حاجات نقصة والدنيا بايزة عندك ومش ملاحق تخلصي حاجات تانية والغدا عندك اخد وقت كبير احنا برضو عايزين نعمل كده في العشاء يبقى احنا زي ما احنا بنفكر في الغدا هنفكر برضو في العشاء قبلها بيوم على الاقل وهنجهز مكوناتو وهتوفي لو فيه حاجة نقصة هتشتريها او لو فيه حاجة عايزة تتجهز من قبلها بيوم هتبدأي فيها والاحسن والافضل انك تفكري في الحاجة قبلها بيوم وعشان خاطر ان انت توفري اكبر وقت ممكن وما تشليش هم خالص انك تعيز تفكري من قبلها وياريت والافضل بعد كده مع الوقت ان انت تفكري قبلها باسبوع هتعملي ايه وتعملي جدول الاسبوع للغدا وتعملي جدول للعشاء هتعملي ايه في الجدول ده هتكتبي المكونات اللي انت محتاجها للأكل في الاسبوع ده وتكتبي في نوت الطلبات او المشتريات الحاجات اللي نقصة عنك الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تشتريها لسه في الاسبوع ده وبعدين تشتري طلبات الاسبوع مرة واحدة وبكده هتوفري وقت كبير قوي هتيجي بقى كل يوم بالليل في الروتين بتاعك هتبقي عارفة هتعملي ايه تاني يوم في الغدا والعشاء فببساطة جديدة هتشوفي لو فيه حاجة محتاجة انك تطلعها تفك من قبلها بيوم او حاجة من بالليل تبدأي فيها مثلا او حاجة عايزة تتبل او اي حاجة محتاجة انك تجهزيها من قبلها بيوم هتبدأي فيها من بالليل بحيث الصبح تبقى كل حاجة جاهدة ده طبعا هيساعدك كمان من الحاجات المفيدة ان انت هتوفري في الطلبات كتير وكمان هتوفري في الوقت في التفكير يعني هيوفر معاك في الطلبات يعني شاشتري حاجات ملهاش لازمة وهتوفري فلوس وطبعا هتوفري وقت وهتوفري تفكير وطبعا هتوفري السؤال المعتاب بتاع كل يوم اللي بتسأليه البيت كله يا ترى هنأكل ايه بكرة المجهود الكبير اللي انت بتعمليه في الاكل هتوفريه وده كله بفضل التخطيط انك هتخططي للجدول الاكل وهيبقى عندك جدول اسبوعي او شهر الاكل الجدول ده مش هيخم منك اكتر من عشر دقايق كل اسبوع مقابل كده هتلاقي نفسك وفرتي كل يوم اكتر من ساعة او ساعتين بالضيع بفضل العشر دقايق بس اللي انت او ربع ساعة اللي انت اعنوتيها في نهاية كل اسبوع ان انت بتخططي فيها الجدول الاكل كمان هتبقى عارفة وقت اشتريه هتشتري ايه مش هتنزالي ميزلا وقت اشتريه تشتريه اي حاجة وخلاص من هاش لازمة لأ هتبقى مخططة كل حاجة هكما من موفرة وهتبقى معاك النوت بتاعتك هتبقى عارفة انا هشتريه ده وده وده ده اللي اني محتاجاه بس مش تبظلي ماشية هتشتريه اي عروض وخلاص وحاجات ما نحس لازمة وتترمى في الآخر طيب احنا بعد 27 يوم في نظام Fly Lady بقينا اول ما بنسحى الصبح بنروع السرير اول ما بنسحى على طول وقبل ما بنطلع عمل قوضة وبعدين بنسرح شعرنا ونغير هدومنا بنغير هدوم النوم بتاعتنا وبنخسل اسناننا وبنتشيك لحد الشوز وبعدين بنضف في الحمام في دقتين بس بالنظام اللي احنا اتفقنا عليه نظام الدقتين وبعدين هتفرزي الغسيل وتحطيه في الغسالة وتنشريه اثناء الروتين الصباحي بتاعك وبعدين هتطلعي مكونات الغدل وتبدأي في تحضير الغدل وهتترضي الافكار السلبية اللي بتجيلك وهتحوليها الافكار ايجابية وبعدين هتزبطي التايمر على دقيقتين للهوت سبوت هتروقي فيهم سطح مكركب عندك اكتر سطح مكركب عندك في البيت هتتروقي في خلال الدقيقتين دول وقالما التايمر يخلص هتوقفي وبعدين خمس دقائق كمان هتزبطي فيهم التايمر برضو لانقاذ غرفة مكركب يعني اكتر اوضة مكركب عندك هتروقيها في خمس دقائق دول وعندك بعد كده برضو خمسطاشر دقيقة هتروقي فيهم رف او درج او اي مكان مقفول عندك مكركب هتروقي في الخمسطاشر دقيقة دول وفي خلال الروتين الصباحي بتاعك هتتفقد نقط المهمات الخاصة بيك اثناء ما انت شغالة وتشوفي اللي عليك وتفتكري لو في حاجة نقصة هتكمليها وتعمليها وبعدين هتبدأي في تحضير الغداء وكمان هتحضري العشاء وانت وقفها يعني في المطبخ بتعملي الغداء زي ما احنا قلنا لو الغداء بتاعك بياخد وقت وكمان لو في اي قباق عايدة تتغسل هتبدأي فيها تخسليها عشان ما يتقومش عليك قباق كتير بالليل ولو في برضو حلويتها تعمليها بالمرة تعمليها وانت وقفها بالمرة اثناء من غدا بيجاس وبعدين هتثبطي التايمر على 15 دقيقة هتستراحي فيهم وتعملي فيهم حاجة بتحبيها ودول يعتبروا زي مكافأة ليكي بالزبط نجي بقى الروتين قبل النوم بتاعك اول حاجة مش هتنايمي نضيفه وبيلمع وبعدين هتحضري الدوم تاني يوم سواء ليكي او لأي حد من افراد اسرتك بتحضريه الدوم تاني يوم هتجهزيها وتكويها وكون جاهزة على اللبسه على زور وبعدين هتلمي الغسيل وتطبقيه وتحطيه في الاماكن بتاعته وبعدين هتحضري الاكل بتاعته تاني يوم وتتأكدي انه كل مكوناته كاملة وتشوفي لو فيه حاجة عايدة تطلع من الفريزر او فيه حاجة عايدة تتبل تبدأي ان انت تتكهيدي الاكل من قبلها بيوم زي ما احنا اتفقنا بالزبط النهاردة سواء للغداء او للعشاء وبعدين هتثبطي منبه على دقيقتين او تايمير على دقيقتين للهوتسبوت وبعدين هتتفقدي نط المهمات الخاصة بيك وتشوفي لو فيه حاجة نقصة هتكمليها وتكتبي مهمات تاني يوم اللي عليك واخيرا هتنامي بدري في معايد سيبت كل يوم يعني النهاردة زي ما احنا اتفقنا ان انت هتتدقي تحضري للعشاء من قبلها بيوم وتعملي جدول للعشاء زي بالزبط ما عملنا جدول للغدا تمام؟ مجرد بس ما انت هتبقي عارفة انت هتاكلي ايه ده هيوفر عليكي وقت كبير جدا ومجهود كبير اوي تخيلي ان انت بتعملي جدول في نهاية كل اسبوع هياخب منك مثلا عشر دقايه او ربع ساعة بالكتير الجدول ده تشوفي هيوفر عليكي كل يوم ساعة او ساعتين ساعة او ساعتين دول انت اولا ان انت تستراحي فيهم او تعادي فيهم مع بيتك افراد قصتك او تعملي فيهم حاجة بتحبيها تعادي مع ولادك بتنامي مهم ان يعني هيوفر عليكي وقت موجود كبير جدا سوفي الساعة او الساعتين اللي انت هتوفريهم في اليوم اضربيهم في الاسبوع سوفي هتوفري وقت قدقيه في خلال الاسبوع وتوفري كم ji مش هتفضلي تشتكي ان انت معلكيش وقت تعملي ايي حاجة سوفي هتطلع اليك وقت قدقيه بامفاضي وتدارل توفريه في خلال اليوم غيري انك مش هتضاعي وقت اثناء تحضير الغدا يعني خلاص عارفة انت هتعمليه النهاردة وعندك كل مكونات ومتطمنة ان فيها كل حياة كاملة يعني اثناء ما انت بتحضره الغدا هتلاقي الدنيا ناصة وتفضلي تعطي عن الغدا وهتلاقي الغدا بياخد منك يعني نص ساعة ساعة الاربع بالكتير قوي بدل ما كان بياخد منك ساعة وساعتين وغير ان انت هتنزلي تشتري طلباتك مرة واحدة في الاسبوع او مرة واحدة في الشهر بحيث ان انت مش هتلاقي نفسك انك بتنزلي تشتري طلباتك كل يوم او يوم ويوم وتلاقي نفسك بتوفري فلوس مش هتلاقي نفسك بتدفعي فلوس كتيرة وبتجيبي حاجات ما نعيش اي لازمة وفي الاخر بترميها وتشتكي ان الميزانية بتاعتك بانزة كده احنا خلصنا فيديو النهاردة شكونا في الفيديو الجاي في اليوم الثمانية وعشرين من تحدي في العليلية مع السلامة